السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكهرباء إلكتريك في هذه الحلقة سنتعرف على القدرة الظاهرية وعلى كيفية حسابها حسب المعطيات أو البيانات المتوفرة لدينا على الأجهزة وما هي علاقتها بالقدرة الفعالة والقدرة الغير فعالة ومعامل القدرة وشدة الطيار وأيضا سنتعرف في مادة استعمال القدرة الظاهرية في المجال الكهرباء التقنيا وأيضا سأشرح أحد الأسباب السلبية للقدرة الغير فعالة والمرتبطة بالمحولات والمولدات الكهربائية يعني مواضيع عديدة إن شاء الله ومفيدة في هذه الحلقة بشكل سطحي وأساسي كالعادة لمن التحق بنا مؤخرا كل روابط الحلقات السابقة والمرتبطة بالشرح في هذه الحلقة ستجدونا في وصف الفيديو أو نهايته لنرفع فاصل القناة وندخل بعد ذلك للشرح بسم الله الرحمن الرحيم القدرة الظاهرية هي الشكل الثالث لأشكال القدرة الكهربائية في التيار المتردد يعني الشكل الأول هو القدرة الفعالة نرمز لها بي بي ووحدته هي الواط والشكل الثاني هي القدرة غير فعالة نرمز لها بي كي ووحدته هي الفار والشكل الثالث وهي القدرة الظاهرية نرمز لها بالحرف اس ووحدته هي الفورت أم بي لخساب القدرة الظاهرية نستعمل عدة علاقات اختاروا الأسهل والأبسط لكم منها حسب ما هو متوفر في بيانات الأجهزة كما تشاهدون أمامكم لحساب القدرة الظاهرية قد نستعمل جدر مجموع القدرة الفعالة أس إثنان زائد القدرة الغير فعالة أس إثنان أو عملية قسمة القدرة الفعالة على معامل القدرة أو عملية قسمة القدرة الغير فعالة على سينيسفي سينيسفي الذي تعرفنا على كيفية حسابه في الحلقة الماضية باستعمال زاوية الإزاحة في أو عملية ضرب الجود في شدة الطيار مباشرة تعطي لنا قيمة القدرة الظاهرية لتطبيق هذه المعادلات الحسابية على أرض الواقع سنطبق ذلك على المثالين الذي قمنا بشرح عليه كل حلقات القدرة وهما مصباح الليل ومصباح تنغسين المهم سأعطيكم النتائج فقط ويمكنكم التأكد من صحتها حسابيا حتى نأطيل هذه الحلقة بالنسبة للقدرة الظاهرية لمصباح تنغسين كما تشاهدون هي 40 فولت أمبير هي مساوية لقيمة القدرة الفعالة 40 واط لأنه كما قلنا في الحلقات سابقا كل جهاز معامل قدرته يكون 1 كوسينيسفي تساوي 1 تكون القدرة الفعالة والظاهرية متساويتان تماما يعني 40 واط تساوي 40 فولت أمبير أما القدرة الغير فعالة فتكون غير متواجدة وتساوي 0 فار بالنسبة لمصباح الليل وهنا ستلاحظون أن القيم هي غير متساوية أو متقاربة سأعطيكم سببين لذلك لأنه ممكن أن يقع لكم نسي شيء هو أنه كلما سعملنا علاقات حسابية مختلفة بحساب القدرة الظاهرية ستختلف النتائج تقريبا لكن رغم ذلك ستكون تقريبية وشبه متساوية هذا والأساس لأننا نقوم بحذف الأرقام بعد الفاصلة وأحيانا نستعمل رقم واحد أو رقمين بعد الفاصلة وهذا الشيء يتسبب في اختلاف النتائج لكنها على العموم ستكون متقاربة جدا كما تشاهدون هنا يمكننا اعتماد قيمة 55 فولت أمبير كقيمة للقدرة الظاهرية لمصباح الليل يعني قيمة متوسطة بين كل هذه القيم إذن القدرة الظاهرية لمصباح تنغسين هي 40 فولت أمبير والقدرة الظاهرية لمصباح الليل هي 55 فولت أمبير مع العلم أن لهما نفس القدرة الفعالة وهي 40 واط ما هو السبب الذي أدى إلى اختلاف في القدرة الظاهرية؟ يعني المصباحين كلهما 40 واط لكن مصباح تنغسين 40 فولت أمبير ومصباح الليل 55 فولت أمبير السبب الرئيسي هو قيمة القدرة الغير فعالة يعني مصباح الليل لديه قدرة غير فعالة أما مصباح تنغسين لا توجد لديه قدرة غير فعالة لتوضيح هذا الأمر بشكل أكبر سننتقل إلى مقارنة يعني سأشرح لكم التغيرات في القدرة الفعالة والقدرة غير فعالة والقدرة الظاهرية ومعامل القدرة وشدة الطيار يعني ماذا يحدث عندما نقوم بخفض كوسينس في أو معامل القدرة ماذا يحدث بالنسبة للقدرة الفعالة وغير فعالة والظاهرية وشدة الطيار كما تلاحظون أمامكم عندما يكون معامل القدرة في أكبر قيمة له في أي جهاز يعني كوسينس في تسوي واحد تكون القدرة الفعالة تسوي القدرة الظاهرية يعني الواط يسوي الفولت أمبير وتكون القدرة الغير فعالة منعدمة وغير موجودة أو تسوي سفر سفر فعر أما بالنسبة للشدة الطيار فستكون في قيمة معينة كل من خفض معامل القدرة عن واحد ارتفعت قيمة القدرة الظاهرية وأصبحت أكبر من القدرة الفعالة والسبب هو ارتفاع قيمة القدرة الغير فعالة والتي سيرافق أيضا ارتفاع أو زيادة في شدة الطيار والعكس صحيح عندما يرتفع معامل القدرة ويقترب من قيمة كوسينس في يسوي واحد حسن جدا الآن تلاحظون أن القدرة الظاهرية في إحدى الحالات ترتفع وتصبح أكبر من القدرة الفعالة والقدرة الغير فعالة هنا سنتسأل عن تأثير هذا الارتفاع في القدرة الظاهرية يعني هناك أجهزة أو لدينا شبكة كهربائية لم تجد أن القدرة الظاهرية هي مرتفعة كثيرا بالنسبة للقدرة الفعالة والغير فعالة وهناك شبكة أو أجهزة ستجدون أن القدرة الظاهرية منخفضة وتقريبا تسوي القدرة الفعالة يعني ما هو تأثير ذلك على الشبكة الكهربائية أو على الأجهزة الكهربائية عموما هذا الارتفاع يتسبب لنا في زيادة الحمل على المولدات أو المحولات الكهربائية التي قلت لكم في الحلقة السابقة أنني سأشرح هذا السبب في هذه الحلقة يعني هذا السبب زيادة الحمل على المولدات والمحولات هو نفس السبب الذي يدفع شركات توزيع الكهرباء تطلب من المصانع والشركات دافع تمن القدرة الغير فعالة ونقش ذلك معكم في الحلقة السابقة لماذا؟ لأن المولدات أو المحولات قدرتها بالأساس تقاس بالقدرة الظاهرية يعني هي ستمنحون قدرة ظاهرية هذه القدرة الظاهرية تتكون من قدرة فعالة وغير فعالة نحن لدينا الحرية في استغلالها بأي شكل من الأشكال يعني نحن دائما نرغب في استعمالها بقدرة فعالة أكثر من القدرة غير فعالة يعني كلما ارتفعت القدرة الفعالة والغير فعالة بالنسبة لنا ستصرف معها القدرة الظاهرية وارتفاع القدرة الظاهرية يتسبب في زيادة السهلاك القدرة الظاهرية الممنوحة من طرف المولدات أو المحولات ستفهمون ذلك جيدا عندما سأعطي لكم مثال للشرح يعني سنستعمل نفس المثال وهو مصباح LED ومصباح تنغسين لنفترض أنه لدينا محول أو مولد كهربائي قدرته هي 200 فولت أمبير لنحسب كم سيستطيع هذا المحول أو المولد تشغيل يعني كم من مصباح من مصباح LED أو مصباح تنغسين لهما قدرة 40 واط يعني لهما نفس القدرة لنبدأ مع مصباح تنغسين لدينا قدرته الظاهرية 40 فولت أمبير يعني سنقسم 100 على 40 ستساوي 5 يعني هذا المحول أو هذا المولد بقدرة 100 فولت أمبير يستطيع تشغيل 5 مصابيح تنغسين لنرى الآن كم سيشغل لنا من مصباح LED الذي قدرته الظاهرية 55 فولت أمبير إذن 100 مقصومة على 55 فولت أمبير تساوي 3.63 يعني أن نفس هذا المحول لن يستطيع تشغيل أكثر من 3 مصابيح LED بينما استطاع تشغيل 5 مصابيح تنغسين رغم أنه لهم نفس القدرة فعالة 40 واط نستنتج أنه رغم أن النوعين أو من هذا المصباح لهم نفس القدرة فعالة هي 40 واط لكن عندما تعلق الأمر بتوصيلها مع المولد أو المحول حادثة لنختلاف يعني بالنسبة للتنغسين 5 مصابيح أما LED فقط 3 مصابيح والسبب في ذلك هو أن القدرة الظاهرية لمصباح LED مرتفعة عن القدرة الظاهرية لمصباح التنغسين يعني مصباح تنغسين قدرته الظاهرية منخفضة لذلك سنقوم بتركيب 5 مصابيح أما مصباح LED قدرته الظاهرية مرتفعة لن نتجاوز ثلاثة مصابيح في التركيب مع هذا المولد أو المحول على سبيل المثال يعني الآن فهمتم جيدا أهمية حساب وتحديد القدرة الظاهرية بالدات ولاحظوا أن الاعتماد على القدرة الفعالة بالوط في تقدير الأحمال خاطئ تماما ولو أريدكم أن تقوموا به وتجنبوه لتتجنبوا العديد من المشاكل سنشاهد ذلك في الحلقات المقبلة يعني من يشرح لكم على اليوتيوب ويقول لكم استعملوا قدرة فعالة في حساب الأواط وتقدير في حساب الأحمال وتقدير الأحمال هي عملية خاطئة يعني تقدير الأحمال بالقدرة الظاهرية هي النتيجة النهائية المطلوبة تقنيا وحتى من طرف شركات تزويد الكهرباء يعني يطلبون أحمال التي يطلبون مجموعة الأحمال التي سنقوم بتوصيلها مع شبكات توزيع الكهرباء بالفولت أمبير وليس بالواط أما السيلك هناك السيلك يقاس بالواط يعني كيلو واط في الساعة أو استعمال يقاس لقدرة غير فعالة يعني كيلو فار في الساعة القدرة الظاهرية مهمة في تحديد الأحمال الكلية لأي تركيب كهربائي لأن قدرة تحمل المولدات والمحولات تقاس بالفولت أمبير وأيضا القدرة الظاهرية هي التي ستحدد لنا نوعية التوصيل بالشبكة هل هو توصيل عادي أو سنقوم بشراء محول هوائي أو سنقوم بإنشاء محول متوسط أو الربط في شبكات الجهد العالي على حسب إمكانيات توزيع الكهرباء المتاحة في مكان منشأة قبل الختم أريد أن أقول لكم شيء مهم بعدما انتهينا من دراسة وتحليل المصباحين بشكل كامل المعطيات التي قمت بالاعتماد علي بالنسبة لمعامل قدرة المصباحين هي خاطئة وهذا كان متعمدا وكنت أنتظر أن يعلق أحد ما على ذلك لأنه كيف يعقل أن تكون مصابح الليد أكثر كلفة وأكثر من حيث الحمل ومن حيث القدرة الظاهرية على مصباح تنغسين يعني كان ذلك كان اختيار معامل القدرة من مصابح الليد ومصباح تنغسين عشوائيا رغم أنني تحددت عن كيفية تحديده لذلك سأتحدث في الحلقة المقبلة على كيفية تحديد معامل القدرة يعني سأقوم بالتحدث على هذه النقطة بالذات ابتداء من الحلقة المقبلة إن شاء الله سنعود إلى معارفنا التقنية المهمة لنا كتقنيين في مجال كرباء بعدما تعرفنا على أشكال الثلاثة للقدرة لا تنسوا مشاهدة الحلقات المرتبطة التي تظهر أمامكم الآن على الشاشة إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وأشكركم على المشاهدة دمتم بخير وإلى اللقاء